مستمرين معاك كابتن أسامة صاحب الهدف الأول فيه اللقاء عبد الرحمن مانو واحد من اللعيب الرجال اللي دايما للنادل آلي وقت ما بيحتاجه بيكون موجود مانو برحب بيك على شاشة تقناة النادل آلي تحيات لكابتن أسامة حسني كابتن محمد حشيش دكتور أحمد سابت اتكلمه وأشاده بمانو قاله أنه واحد من العناصر اللي بتصنع الفارية مع النادل آلي أولا الحمد لله على المكسب وبحي كل كابتن الموجودة في الستوديو معاك والله الفترة اللي فاتت كابتن شريف اشتغل بشكل كبير مع الفرقة دي تعبنا جامد كانت تعليمات كابتن شريف واضحة أن احنا النهاردة ننزل نكسب موضوع صناعة الفارق لا ده احنا النادل آلي ينادي علينا احنا تحت أمر النادل آلي في أي وقت فده ده واجب علينا مش مجهود زيادة أو حاجة لا ده واجب علينا أن تكتأدي شغلك ده اللي تعودنا عليه في النادل آلي أنا مبسوط بالعائلية دي ما أقوله أكيد الكابتن أسامة والكابتن حشيش والدكتور أحمد سابت يتكلموا على هذا الأمر عائلين قطاع النشئين في النادل آلي وقت ما يحتاجني الفارق الأول أنا موجود وقت ما يحتاجني قطاع النشئين أيضا أنا موجود طبعا أنت لازم يبقى عندك المرونة دي أنك تهيئ نفسك في أي موقف سواء الموقف الفارق الأول يحتاجك أنت تطلع من هنا فده الأساس الفارق الأول إحنا كلنا بنشتغل عشان نخدم الفارق الأول لكن لما الفرقة تحت تحتاجك أنت تتحت عمر الفرقة وتحت عمر النادي زي ما قلت لك في أي وقت فهي دي العائلية اللي إحنا بنطرب عليها هنا في جوة النادي وطبعا كبتلنا كلها عودونا من صغرنا وإحنا طلعين يعني أنه هو ده اللي إحنا نطربين عليه هنا الهدف فيه يا مانوح حمد ياسر سندلك الكرة وإنت بتاخد الحرية في الزيادة في العددية في الكرة السابتة هدف مهم وهدف مميز طبعا دي تريكة احنا متمرنين عليها من مبارح ده شغل كابتن شريف هتمرن عليها أكتر من مرة يعني احنا غالبا التمرين مبارح كان كله كور سابت حتى احنا الجنين اللي جبناهم كور سابتة لكن احنا كان فيه أفضل احنا بنحمد ربيه طبعا عن نتيجة لا كان فيه أفضل فرقة جاية هدفها كله أنها تتعادل معاك مش مش تعمل نتيجة لا هو جاي عايز يتعادل حتى انت شفت بضع وقت من أول اللقاء فاحنا الحمد لله في الأول في الآخر عن نتيجة لكن كنا نستهل أفضل والسكور كان ممكن يقل أكتر لولا بس تهون بعض المجموعة رياحت بعد جونه والتاني فالحمد لله برضو عن نتيجة في الأول في الآخر شكرا كامانو بالتوفي ان شاء الله في المبارح القادمة شكرا شكرا كابتن أسامة ده كان لقاءنا طبعا مع عبد الرحمن مانو لعب فريق للنادر لي وصاحب الهدف الأول لسه مستمرين في تغطيطنا لفوز النادر آلي على فريق الزمالك بدفين مقابل الهدف من جديد تعود الكلمة للكابتن أسامة حسن منشكر زميلنا فروس صلاح على التغطية المميزة